اشتركوا في القناة طلابنا العزاء كان درسنا السابق عن احكام الميم الساكنة واحكام الراء وتكلمنا في الدرس الذي قبله تكلمنا عن احكام النون الساكنة والاضار والاضغام والاخفاء والاقلاب وذكرنا لكم ان الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فقال وردت للقرآن ترتيلا وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وايضا قول الجزري في منظومته ولاخد بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم فمن هذا المنطلق وجب علينا ان نبدأ باحكام تجويد كاملة من احكام النون واحكام الميم ووصلنا واخذنا ايضا احكام الراء ووصلنا الان الى احكام المد المد ماذا سأتعلم من درسنا لهذا اليوم ان اعرف المد وان اعدد اقسام المد وان اعرف المد الطبيعي ومد العوض ومد البدل وان اعرف المد المتصل والمد المنفصل والمد العارض للسكون هيا نتذكر في درسنا السابق كان بعنوان احكام الميم الساكنة تكلمنا عن الاخفاء الشفوي قلنا حرفه الباء بعد الميم الساكنة وايضا الاضغام الشفوي او الاضغام المتماثلين وقلنا حرفه الميم بعد الميم الساكنة وايضا تكلمنا عن الاضغار الشفوي وقلنا حروفه 26 حرفا بعد غير الميم والباء بعد الميم الساكنة وتكلمنا أيضا عن حكام الراء في التفخيم وفي الترقيق وفي جواز الوجهين في التفخيم والترقيق الكلمات المفتاحية لدرسنا لهذا اليوم المد أقسام المد المد الأصلي المد الفرعي المد الطبيعي والمد القائم على سبب أولا ما هو المد؟ الهدف أن نعرف المد تعرف المد لغة الزيادة الصلاحا وإطالة الصوت بحرف من حروفه إذن لغة الزيادة يقول مد الشيء أي زاد فيه وإطالة الصوت بحرف من حروف المد يعني نعطيه صوته الحقيقي ولكن نطيل الصوت به قليلا فنسميه لماذا؟ لأنه حرف من حروف المد إذن المد إطالة الصوت بحرف من حروفه ولغة هو الزيادة تفضلي يا رنى اقرأي لنا تعريف المد تعريف المد لغة الزيادة إصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف حروف المد أحسنت يا رنى وهي ثلاثة أحرف مجموعة في واو ألف يا واو ألف يا ولها شروط أن تأتي واو ساكنة قبلها ضم وأن تأتي ألف ساكنة قبلها فتح وتأتي يا ساكنة قبلها مكسور يعني بمعنى أن كل حرف من هذه الحروف الحروف المد الثلاثة الألف والواو واليا يجب أن يأتي قبلها ما يناسبها من الحركة فالواو تناسبها الضمة والألف تناسبها الفتحة واليا تناسبها الكسرة ولكن إذا جاء قبل الواو غير ما يناسبها مثلاً كلمة قول انتبهوا الواو ساكنة ولكن حرف القافي مفتوحاً هنا لا نقول أن الواو هي من حروف المد لماذا؟ لأن قبلها لا يوجد ما يناسبها من الحركة تمام؟ واجتمعت هذه الحروف في كلمة مثال نوحيها انتبهوا نقول نوحيها إذن يأخذ كل حرف حقه بإطالة الصوت فالمثال عند الواو الساكنة المضموم ما قبلها نقول يقول الألف ساكنة مفتوح ما قبلها قال الياء الساكنة مكسور ما قبلها قيل إذن لاحظوا على إطالة الصوت بالألف والواو واليا تفضل يا سيدراء قائلنا حروف المد حروف المد وهي ثلاثة مجموعة في لفظ وي الواو المضموم ما قبلها مثل يقول الألف الساكنة ما قبلها مفتوح مثل قال الياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل قيل والمثال الذي يجمع حروف المد الثلاثة نوحيها أحسنتي بارك الله بك الآن أقسام المد الهدف أن أعدد أقسام المد المد يقسم إلى قسمين المد يقسم إلى قسمين القسم الأول يسمى المد الأصلي والقسم الثاني يسمى المد الفرعي إذا مد أصلي ومد فرعي والمد الأصلي سيتفرع عنه عدد من أو سيكون له عدد من أنواع المدود والمد الفرعي أيضا سيتفرع عنه أنواع من المدود سنبدأ أولا بالمد الأصلي تعرفه هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به يعني لو أننا قللنا أو أطلنا أكثر من ذلك لأصبح الحرف فيه خطأ وبالتالي لابد أن يكون على أصله وطبيعته وهو الذي إذا لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همزة أو سكون يعني نطقنا الحرف كما هو لا بسبب وجود همزة أطلنا فيه ولا بسبب وجود سكون أطلنا فيه إنما على أصله وعلى طبيعته وسمي أصليا لأنه أصل لجميع المدود وله أنواع المد الطبيعي والمد العواض عن التنوين ومد الصلة الصغرى وأيضا لدينا نوع رابع يسمى المد الطبيعي الحرفي مد الطبيعي الحرفي إذن أقسام المد تقسم إلى المد الأصلي والمد الفرعي نتكلم أولا عن المد الأصلي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب لا همزة ولا سكون كالمد الطبيعي والمد الطبيعي الحرفي والمد العواض عن التنوين ومد الصلة الصغرى تفضل يا أحمد اقرأ لنا أقسام المد أقسام المد المد الأصلي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون وسمي أصلياً لأنه أصل لجميع المدود ويشمل المدود التالية مد الصلة الصغرى، مد العوض عن التنوين، والمد الطبيعي وأيضاً كما ذكرنا لكم المد الطبيعي الحرفي الآن المد الفرعي إذا تكلمنا عن المد الأصلي وأنواعه والآن نتكلم عن المد الفرعي قال وهو الذي يتوقف على سبب يعني نمده بسبب المد الأصلي مددناه لأنه أصله هكذا أما في المد الفرعي فيكون هناك سبب ملزم يجبرنا على المد وهي إما همز أو سكون ويتفرع بهذا السبب عن الهمز له أنواع مثل البدل، الواجب المتصل، الجائز المنفصل، ومد الصلة الكبرى وبسبب السكون له ثلاث أنواع، العارض للسكون، واللين، وكذلك المد اللازم بأنواعه إذا نعود ونقول المد الفرعي هو الذي يتوقف على سبب يعني قمنا ببده بسبب وجود مين؟ إما همزة أو سكون فالمدود التي مددناها بسبب وجود الهمزة هي البدل، والواجب المتصل، والجائز المنفصل، والصلة الكبرى أما المدود التي مددناها بسبب وجود السكون، فهي العارض للسكون، ومد اللين، والمد اللازم بأنواعه إذن ما هو المد الفرعي يا أسماء؟ هو الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون، الذي سببه الهمز ويشمل المدود التالية الواجب المتصل، البدل، الجائز المتصل، الصلة الكبرى، الذي سببه السكون، يشمل المدود التالية العارض للسكون اللين اللازم بأنواعه أحسنتم، بارك الله بكم إذا تعرفنا الآن في مقدمة درسنا لهذا اليوم، تعرفنا على تعريف المد، ثم تحدثنا عن أقسام المد المد الأصلي الذي يشمل المد الطبيعي والمد الطبيعي الحرفي والمد العوض عن التنوين ومد الصلة الصغرى أما المد الفرعي الذي يكون بسبب الهمزة أو السكون وله عدة أنواع بسبب الهمز، البدل، الجائز المتصل، الصلة الكبرى، والواجب المتصل وبسبب وجود السكون العارض للسكون واللين واللازم بأنواعه